بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رونق الحسن اللائح على حجب أهل الخلوات والأنس وسطر النور المكتوب بقلم الجلالة على رياض الملك والملكوت وحضائر القدس وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار صلاة تنزه بها أرواحنا في بهاء جماله ورود محاسنه الخصيب وتمنحنا بها من رضاك ورضاه أوفر حظ ونصيب بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين مشاهدي الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته على بساط الأنس والمشاهدة شرب العارفون من رحيق النور الأي وارتووا من معين الوصل الإلهي فهامت أرواحهم في معاني الجلال والجمال إنها منح وعطايا يهبها الحق تعالى لأحبائه الأولياء الذين رضي عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم ومن خواص أهل الاستفاء والعناية إمام عارف وصوفي شامخ ومربي صالح إنه أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي التمقروتي بيته بيت علم وورع وزهد أصله عربي يرفع نسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ رحمه الله عن والده علم التفسير والحديث والعربية والأصول وغير ذلك وهو أول شيوخه فضلا عن كونه تولى تربيته وتنشئته وأخذ أيضا عن أقطاب العلم بالمغرب في عصره أمثال العلام الرحال صاحب الرحلة الشهيرة والمناقب الأثيرة أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي وسمع منه صحيح البخاري وأجازه فيه وفي غيره وكذلك الشيخ العلام المقرئ أبو عبد الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن فتوح تلمساني الدرعي الدار والقرار وكذلك الفقيه العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن داود الجزول التملي دفين تمقروت وغيرهم وحج سيد محمد بن ناصر الدرعي أربع حجات لقي فيها كثيرا من أعلام المشرق واجتمع بهم وأجازوه واستفاد من علمهم وأفاد وبعدما جمع الشيخ العالم من فنون العلم ما جمع وتضلع في كل فن منه من تفسير وقراءات ورسم وحديث وفقه وأصول ولغة ونحو وتوقيت وتعديل وتاريخ وقيد من شوارد ذلك وحفظ من فوائده الشيء الكثير أضحى من أعلام المغرب الذين شدت إليهم المطايا من كل جهة وتزاحمت على أبوابهم الركب وكان من جبلة من أخذ عنه ابن أخيه العلام موسى بن محمد الكبير بن محمد بن ناصر وكان ملازما لأمه في الحضر والصفر وهو الذي خلفه بعد وفاته والفقيه المحدث أبو المحاسن يوسف بن محمد الكبير بن محمد بن ناصر الدرعي وكذا تلميذه السيد أبو محمد الحسين بن محمد بن علي بن شرحبيل البسعيدي الدرعي وكان مصاحبا لشيخه في بعض رحلاته مشاركا له في شيوخه كان سيد أحمد بن ناصر الدرعي رحمه الله مثابرا على التعليم مكبا على المطالعة قائما على تدريس الكتب خاصة الكتب الحديثية مثل صحيح البخاري وغيره ومن مآثره الحسنة تشييده لمدرسة بلغ عدد طلبتها حوالي 1400 من المنقطعين للدراسة وأنشأ خزانة حرس على تزويدها بأمهات الكتب ونفيس الذخائر جالبا إياها من جهات المغرب وبلاد المشرق وبفضله أضحت تامجروت التي بها الزاوية المنسوبة إليهم وخلف فيها أباه قبلة لأهل العلم سواء العلماء منهم أو الطلبة فعدت بذلك من أكبر المراكز العلمية ببلاد المغرب وانتذب سيد بن ناصر الدرعي نفسه لإقامة السنن وإحيائها وإخماد البدع وإماتتها فعم نفعه البلاد والعباد وكان قد جزأ وقته أجزاء يخص كل وقت بورد وعباده وتجمع أقوال العلماء الأشياخ منهم والتلاميذ على تقدمه في العلم وسمو فضله وحسن سيرته فقد قال فيه الحضيكي هو الشيخ الإمام الكبير السني الأروع الأزهد الصوفي المحقق الأكمل الأفضل الجامع بين الشريعة والحقيقة بحر العلم والكرم شيخ الطوائف ومرب المريدين وناصح الإسلام وقال فيه الإفراني كان رحمه الله إمام وقته علما وعملا قوالا للحق شديد الشكيمة على أهل البدع متبعا للسنة في أقواله وأفعاله وكان له رحمه الله تآليف فمن أهم ما ألفه رحلته الحجازية وتعرف بالرحلة الناصرية أيضا جمع فيها كثيرا من فوائد الرحلة العياشية وله فهرسة وله أجوبة فقهية وله الرحلة الشامية وهي رحلة أخيه محمد بن محمد بن ناصر وله تجديد المراسم البالية في السيرة الحسنة العالية وهو كتيب في السيرة النبوية وله رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وله كتاب إشفاء المريد في بساط القريض وهو مجموعة أشعار وله كلام في الطريقة والحض على اتباع السنة ومجموع رسائل لما توفي رحمه الله رثاه قاضي الجماعة عبد الكريم بن أحمد تنفوي بقصيدة يقول فيها جمع كل المجد في ذاته وليس ذا في العقل مستنكرا لقد أخمد البدعة في أصره وسنة المختار قد أظهر وكتب غير واحد في مناقبه منهم تلميده الحسين بن شرحبيل البسعيدي طبعا إن سيد أحمد بن ناصر الدرعي هو بذرة من تلك الشجرة شجرة العلم والتربية التي أثمرت واحدا من ألمع وأصطع المتون التوسلية في ذاكرة وأذكار أهل المغرب إنه سيف الناصري أو الدعاء الناصري لأبي مترجمنا سيد محمد بن ناصر الدرعي ويعتبر الدعاء الناصري نفحة جامعة لكل ما يخطر ببال العبد المتعبد من آلام وآمال وهو تحفة أدبية بليغة من أروع ما توجه به رجال الله إلى الله يقول الشيخ سيد محمد بن ناصر الدرعي في هذا الدعاء يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مجيب كل من دعاه بك استغثنا بك استغثنا يا مغيث الضعف فحسبنا يا ربي أنت وكفا يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مجيب كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعف فحسبنا يا ربي أنت وكفا رحمك الله يا سيد أحمد بن ناصر الدرعي سجدت بقلبك في بحراب القرب فتنعمت بالعناية الربانية واستفيت للمعرفة الإلهية مشاهدي الكرام إلى حين أن نلتقي أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهل الله راه محاسوب يا سماع قولي وصغى بلغ منهم لما جازوا وفناوا عما